نروح لأخبارنا واتحاد الكرة أعلن مساء السابت عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية لحضور الجمهور لمباراة مصر وغينيا في فتاح تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأعمال الأفريقية 2023 بكودفوار في المباراة اللي هتكون يوم 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي يلا بينا نروح الاستاد نشجع منتخبنا نملى الاستاد عشان نفرح تاني منتخبنا ندعم الكابتن إياب جلال ندعم منتخبنا ومنتخبنا استنوا اختارت حاجة مهمة انشاء لها لكم نعرض بص تعاوني اتفق اتفاق كده كام اتفاق وبعد كده نخش في الجد محمد أبو جبل لنضم المنتخب حارس كبير ولا أه حارس كبير حارس رائع وكان رائع مع منتخب مصر في كاس الأمام الأفريقية طبعا حارس يستحق التواجد مع منتخب مصر وماله حارس دايما في المعاد ولما بنتزنق فيه بنلاقيه وجاهز طبعا تمام حطي دي بقى على جنب خلاص احنا اتفاقنا كنا ان هو حارس كبير وممكن يخش منتخب مصر عادي بس هو بقى الخلاق النهاردة فكر هو محمد عواد ما لعبش ليه مع الزمالك النهاردة محمد عواد ما لعبش ليه مع الزمالك النهارشال دربتين جزائر مباراة اللي فاتت وما بيلعبش مع الزمالك النهاردة الكلام ان الجهاز الفني المنتخب مصر طلب من الجهاز الفني الناس الزمالك انه يشرك محمد ابو جابل عشان يبقى جاهز للمنتخب طبعا كلنا بنلعب لخاطر كلنا بنلعب لخاطر منتخب مصر وعلى فكرة ما عنديش مانع انه لو بشكل ودي ده يحصل عادي بس هو بصراحة انا بحط نفسي وليس دفاعا عنه وليس تقليل من محمد ابو جابل انا بشوفه حالي سجامد جدا بس بحط نفسي مكان محمد عواد اعمل ايه عشان افضل في مكاني طلقت قبل كاس الامر الافريكي والبطولة العربية وتقال ان محمد ابو جابل يلعب اخر مطشق قبل كاس الامر عشان يروح المنتخب فرجع محمد ابو جابل وكمل اساسي مع الزمالك رغم ان انا محمد عواد كنت ماشي كويس ماشي محمد ابو جابل مر مر مرحلة من اهتزاز المستوى قاعد عالدك نزل محمد عواد طالك في مبرتين واحدة في الدورة واحدة في الكاس واعد عشان المنتخب خد محمد ابو جابل فعايز يشاركه عشان يبقى رجله في الملعب انا عملت ايه غلط انا ما عنديش مانع اصلا محمد عواد يقعد مستوى مش كويس فيقعد ومحمد ابو جابل يكمل بسنا ما اتكلم في العدالة بصراحة وبعدين طيب لو محمد ابو جابل بقى عاد عالدك مثلا يعني في الزمالك ومحمد عواد تقالك تمانا منتخب مصر باخد محمد عواد سهلا او يعني مثلا مش شايف لمحمد عواد كويس وشايف ابو جابل قاعد عالدك اشوف حريص غيرهم من بره الزمالك مثلا فاهميني الترتيبة فكرة العدل بس ومرة الف ومرة الف محمد ابو جابل من أرجل أرجل اللاعبين ومن أحسن الحراس الموجودين في مصر من سنين مش بس السنة دي ولا عشان كسلواهم الأفريقية بس اعكس كده لو الموقف برضو مع محمد ابو جابل كنت أقول نفس الكلام مش مع محمد عواد ده إحقاقا للحق مش عشان حاجة والله أعلم طبعا بأي تفاصيل أخرى بس ده اللي شافيته عيني النهاردة مش هتبس نقول اللي لينا واللي علينا اشتركوا في القناة